التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين لمنظومة التقاضي وتحديث آليتها بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وخلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان شدد الرئيس السيسي على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومسواء تأكيدا لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز وحماية حقوق المواطنين والمجتمع كما اطلع الرئيس السيسي على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ خاصة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج كما أكد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية فيما يتعلق بدعم قطاع الصناعة بهدف زيادة التصدير وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات كما أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس السيسي بمتابعة موقف المناطق السكنية التي تم تطويرها ونقل سكان المناطق غير الآمنة قال وزير الخارجية سامح شكري إن أي خطة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا بد أن تنفذ سريعا وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية هانكي بروين سلوت أوضح شكري أن المساعدات غير قادرة على الدخول بسبب إجراءات إسرائيل مطالبا بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات إلى غزة كما شدد وزير الخارجية على رفض مصر لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة أكد السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن البعض حاول تضييق الخناق على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنرواء وخلال كلمته أمام مجلس الأمن أكد عبدالخالق الحاجة إلى احترام وكالة أنرواء مضيفا أن مصر تطالب مجلس الأمن بالتضامن مع الوكالة الدولية لضمان حماية الشعب الفلسطيني من تدهور الأوضاع الإنسانية استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة وأكدت مصادر طبية سقوط الضحايا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس جنوب القطاع ليرتفع عدد الشهداء جراء غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفحة الفلسطينية إلى 19 شهدا كما قصف الطائرات الاحتلال ثلاثة منازل في بلدة الفخاري شرق خان يونس دون إصابات وأطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ بحر بيت لهيا شمال القطاع أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي استهدفت سفينة الحاويات MSC Sky 2 في خليج عدن بصاروخيين باليستيين مضادين للسفن في خليج عدن وأضافت القيادة المركزية أن أحد الصاروخين أصاب السفينة ما تسبب في وقوع أضرار لافتة إلى أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات ولم تطلب السفينة المساعدة ووصلت طريقها يصوت الناخبون الأمريكيون اليوم في 15 ولاية ومنطقة في الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية فيما يعرف بالثلاثة الكبير ويعتبر هذا اليوم في الغالب فرصة لتقليص عدد المرشحين حيث يمكن أن يحدد اتجاه السباق لأنه يمثل عددا كبيرا من أصوات المندوبين الذين سيتم تعيينهم للمؤتمر الوطني للحزبين من أجل اختيار مرشحهم للانتخابات الرئاسية ويحسم الثلاثة الكبير أصوات ثلث المندوبين الجمهوريين الذين سيصوتون لاختيار مرشح الحزب في المؤتمر العام المقرر في الصيف وهناك نسبة متقاربة من المندوبين الديمقراطيين أيضا يحسمها الثلاثة الكبير انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل